في فترة العشرينات والتلاتنات الشباب يكون عندهم طموح كبير قوي بيحاولوا ياخدوا خطوات كبيرة بس بتبقى طبعا على قد طموحهم فيه ناس بتعافر وتكمل وفيه ناس بتحبط وبتقف في مكانها الشباب اللي بيكمل دايما بيتعامل مع الفشل باعتباره تجربة فيجرب تاني وتالت ورابع لحد ما يوصل لهدفه وده اللي بيخلينا نسأل إزاي شبابنا يقدروا يحققوا معادلة الطموح والنجاح ويطريق اللي بيمشوا عليه عشان يخططوا لمستقبلهم هل في نجاح من غير فشل وتعب ويأس؟ أسئلة كثيرة هنجاوب عنها النهاردة معضفنا اللي بنوارنا في الستوديو الأستاذ محمد الصعيدي عضو تنساقية شباب الأحزاب اللي بنوارنا النهاردة في صباح الخير يا مصر الصباح الخير عليك صباح النور يا أستاذ أبسانت صباح الخير يا أستاذ أحمد صباح الخير عليك النهاردة العالم كله بقى مفتوح والسوشيال ميديا خلت التوقعات عند الناس في حتة تانية خالص فالناس بطلت تشوف اللحظات اللي فيها تعب ويأس وفشل وإحباط وبقت على طول بتشوف النجاحات بس فإحنا النهاردة عايزين نتكلم عن الجويني كلها أو الرحلة كلها هل في نجاح من غير تعب وفشل؟ خليني بس أرجع لكلام حقيقي اللي حقيقي قلتيه في الأول أن النمازج اللي كملت بصورة أو بأخرى كانت النمازج اللي حولت سقطتها أو أنا مش عايزة أقول حتى كلمة فشل لتجارب وده المسمى بتاعه العقلية الإيجابية أنت إزاي تعرف يبقى عندك دايما النظر أشمل للأمور يبقى عندك نوع أو جزء من الحكمة لأن الحكمة لا تدرك كلها أن أنت تبقى عارف أن خطواتك اللي بتاخدها دايما يبقى فيها سقطات وأنها كلها في الآخر عملية بتغذيك أنت كشخص عشان لما تحاول تاني توصل بس المسافة أبعد وبرضو يحصل سقطات جديدة أنت عارف أنت قلت حاجة حلوة قوي أنه ما سمعهش فشل الأمريكان بيسموها opportunity أو فرصة أن أنت تحسن من حاجة عندك فرصة أن أنت تحسن المشكلة دي لحاجة أحسن بالضبط كخبرة مكتسبة وتبدأ تشتغل عليها أكتر طيب السيد محمد يعني يمكن وخلينا أقول برضو مش عاوز أقول بها السيد محمد أقول كابتن طيار لأن أنت كابتن طيار وفي نفس الوقت اتجهت للسياسة يمكن أن هذا كان هدف من الأهداف عندك لكن ما يقستش لأن في بعض من الشباب بيرفع راية الاستسلام بمجرد الفشل بتشوف ده إزاي وزاعة طموحك ما بين شغلك اللي أنت حبيته وما بين برضو أهدافك السياسية أنا هرجع أقول حضرتك برضو أنا لما السيد أحمد جيت بعد كده كنت خلصت دراسة طيران وقتها صورة 25 يناير قمت فكان بطبيعة الحال ما كانش فيه عمل في مجال السياحة والطيران لفترة طويلة فضلت بشغل في أعمال خاصة مثلا زي مثلا انتجهت أن أنا بشغل في أعمال خاصة بسيطة جدا زي مثلا أنا أخذ مثلا بيت وشطبه أشتغل في مواقع لحد ما ربنا أراد أن أنا يبقى لي وظيفة في الطيران المدني بالنسبة للسياسة جزء مهم جدا من أي مسيرة لأي شخص أن هو يبقى فعلا ابن مجتمع بمعنى إيه؟ بمعنى أنت لازم يبقى فيه تفاعل حقيقي بينك وبين مجتمعك الأماكن اللي أنت بتروحها المنطقة شغلك منطقة سكنك الناس اللي تعرفهم ده ما أنت بقى متفاعل مع الناس عارف قصصهم فبطبعات الحال اللي بيتفاعل مع مجتمعه أول حاجة بيتجاهلها أول حاجة بيبدأ يفكر فيها هي السياسة لأنه هو بيبدأ يبقى عنده رؤية مختلفة شوية اللي هو شايف الواقع حواليه ممكن يتحسن إزاي أو ممكن يبقى إيه؟ الأجدد أو الأحسن كنوع من التفاعل المجتمع الحقيقي طيب زي ما قلنا في البداية في المقدمة أنه إحنا دايما في بداية العشرينات بالذات بنبقى لسه متخرجين من كلية مش عارفين إحنا هل إحنا فيه مجال أصلا نشتغل فيه في قريب من دراستنا ولا لأ هل أنا عايز أشتغل الحاجة اللي أنا بحبها وموهوف فيها بيبقى فيه حاجات كتيرة قوي متخبط شباب بذات كمان لو كملت التلاتين ولسه أنت مش حابب اللي أنت بتعمل وعايز تعمل حاجة تانية هل فيه حاجة في العلم والمنطق بتقول أن أنت لازم تعمل دراسة للمستقبل اللي أنت عايز تبقى فيه؟ يعني ساعات بنشوف على فيديوز كده على يوتيوب أو حاجة يعود يقولك أنه لازم تتخطط تكتب كده خطة أسبوعية وشهرية وسنوية وكمان خمس سنين أنت عايز تبقى محقق هل فيه حاجة في العلم فعلا بتقول كده؟ أنا بحقي حضرتك على أن حضرتك يعني لماتتي الجزئية دي هو بالفعل هو التخطيط هو يعني التخطيط أو أن أنت تفشل في أن أنت تخطط فهو أنت بتخطط أصلا للفشل يعني هو التخطيط حتى التخطيط اليومي أنا ما بكلمش حتى على التخطيط طويل المدى أنت لازم قبلها بيوم دايما قبل ما تنام تبدأ تحدد أنت تفتكر أنت هتعمل إيه بكرة وتبدأ تكتبه ده حتى على المستوى المايكرو يعني على المستوى الصغير لكن على المستوى البعيد طبعا أنت لازم تبقى عارف دايما أن أنت كل تحركاتك بتخدم هدف بعيد فأنت محتاجة تقعد مع نفسك تبدأ تحط أهدفك تشوف أنت عايز تعمل إيه ومش لازم يبقى هدفك محدد أوي يعني هو لازم قابل للتغيير قابل لازم يبقى عندك دايما نوع من المرونة وهنا الناس هتختلف في ناس يقول لك لازم يبقى هدفك محدد أنا ما شوفتش أن دي حقيقة لأن الواقع دايما مش بيساعدك أن أنت توصل لأنت عايزه بالظبط أنت لازم يبقى عندك مرونة أن أنت تبدأ تتحرك إزاي عشان توصل لهدفك في الآخر ومرونة لغاية ما توصل لأنت عايزه وبعد ما توصل برضو لأن أنت أصلا بتتغير أنت في سن العشرين لسن التلاتين وأنا ما عرفش اللي بعد كده أنا لسه في الحتة دي بس هو بعد كده متطلبات بتختلف أحيانا وقت كمان اتغيرت تماما خلييني هنا يا كابتا محمد أسأل حقيقة سؤال فكرة اللي أنا جربت مرة واثنين وثلاثة وفشلت هلأ أجرب تاني وأحاول تاني ولا أبتدي اللي أنا أقعد مع نفسي وأعمل خطة من أول وجديد سؤال قوي جد يعني لأنه هو لازم الاثنين يعني كده كده استمرارية السعي هي ما فيهاش هو مش اختيار فيهاش جدال لا أنت لازم هتستمر في السعي بس هو أنت طبعا لو أنت السجل بتاعك حافل بالسقطات ممكن يبقى فيه حاجات محتاجة مراجعة الزات وهنا هنرجع لجزئية السلف رفلكشن أو مراجعة الزات مراجعة الزات دي هي برضو أركان الحكم أن أنت تبدأ تحاول تعرف أنت بتغلط في إيه تبدأ تشوف وتتحمل مسؤولية أخطأك وفي نفس الوقت ما تعذبش نفسك عليها يعني مش معنى أن أنا غلط جلد الزات آه ما تجلدش ما فيش بقت تبعد عن جلد الزات أنا غلطت في كذا بس تعلمت كذا والمرة الجاية أحاول حتى جزئيا أستخدم من اللي تعلمت ومش لازم اللي أخطأت فيه آه لكن ما بدأش أجلد زاتي وفي نفس الوقت أبدأ أشوف أنا غلطت في إيه عشان أبدأ أشوف أتعلم من اللي أنا غلطت منه لكن طبعا مع استمرارية السعي اللي هي الأساس عجبني عوي يعني وحيك بتتكلم قلت إيه إن فيه فترة من الفترات ما كانش فيه شغل ما قررتش يعني يمكن حال الغالبية العظمى من الشباب أنا بقعد وأستنى الوظيفة وهتيجي وأصل الحكومة مأسرة عشان مش موفرة لي فرصة عمل حيك ما عملتش كده حيك اتجاهت لوظيفة ما لكن هي كانت بما سابتي يعني حاجة مؤقتة بالنسبة لك وعينك على هدفك كانت عمل خاص وفي نفس الوقت برضو هنا هنرجع لنقول إن الحكومة مش لابسع بقت الوصائيين يعني الحكومة في الآخر هي بتوفر وبتشتغل وبتحسن من الأوضاع الاقتصادية بس هي نجاحك ده ملكك يعني نجاحك ده ملكك ولما بتنجح ما بتقولش الحكومة نجحتني صحيح أنت بتنجح لنفسك فأنت لازم تشتغل بنفسك ولما تدخل في الفشل بقول الدولة فشلية ماشي هذه المشكلة بقى يعني هذه المشكلة الحقيقة فينا آه ما هو هو يفضل يقول بقى ما هو هنا بقى نيجي لحتة التحمل المسئولية الفشل أحيانا الفشل بيبقى ناتج عن الحظ يعني حظك موفق ما فيش توفيق المرة دي تمام لكن هو لازم تتحمل مسئولية فشلك ما تقولش إن فيه جهة معينة أو فيه اتجاه معين أو ظرفه معين إيه اللي خسرني طيب إحنا نزلنا الشارع وسألنا الناس في الشارع إزاي الشباب إزاي تتخطط لمستعبلك وتحقيق طموحاتك خلونا نشوف الناس في الشارع علوا إيه بإزايات الشباب طبعاً الشباب هم المستعبل الشباب سواء كانوا أولاد أو بنات لهم أحلام وطموحات نفسهم يحققوها لكن أكيد يومياً جرهوا إحباطات ومشاكل وتحديات لازم يعدوا بيها إما بتأثر عليهم بشكل سلبي ويستسلموا أو بتأثر عليهم بشكل إيجابي وبتغير مصار حياتهم بشكل عام يترى طموحاتهم دي لها تخطيط يترى المستقبل بيخططونه كويس يترى التخطيط بشكل عام ليه دور في التعامل مع الإحباطات تعالوا نشوف الشباب دلوقتي نشوف أراءهم وإزاي بيتعاملوا مع الإحباطات وهل بيتمسكوا بتموحهم ولا لأ يلا بينا قول لي إيه هو الطموح بالنسبة لك أو إيه هو الحلم بالنسبة لك حلمي بالنسبة لك إن حاجة أحلام بقى من أنا صغير جدا ونفسي تتحقق يعني هي عامة حاجة في حياتي دلوقتي حلمي إن أصبت جسمي إن شاء الله وادخل الزابة الشرطة بعد سنوية عامة أنا لزا ما حددتش بس أنا يعني أنا دورة سنوية عامة فأنا مثلا قدامي سياسة وقتصاد ألسن فنون جميلة دورة تلاتة مش هيفرق معي أنا بحب كله نفسي أبقى مهندس أنا فعلا دورة في كلية هندسة عين شمس بس بطمع شوية إن أنا أحسن من نفسي شوية عشان دلوقتي المجتمع بقى فكرة الدخل وكده حاجة مهمة يعني ممشدة سياحية هو أصلا يعني أنا كنت بس على الأول التمثيل وكان أحب التمثيل جدا جدا بس يعني شوية إحباطات كده وشوية حاجة بس أنا بحاوز برده أكمل في الجهاتي والله أنا نفسي خلص الأول سنوية يا عمّة بعد كاني بنشوف الدوني هتبع معانا إزاي في الجامعة والدوني اللي بعد الجامعة والتماوي بفكر أدخل الشرطة مثلا أو فنون جميلة وبيحاولوا ينموا الكودرة بتاعتدي إنت دلوقتي بتخططي للي إنتي عايزة توصلي له ولا سيبقى بقى خطوة بخطوة زي ما تيجي لا بخطط بخطط ببدأ مثلا على السوشيال ميديا بعد كده مثلا يعني أنا لما بدأت على السوشيال ميديا دي بدأت الخطوة إن أنا مثلا أقدم محتوى كويس فيبقى عندي فلورز كتير فاتشهر فده هيوصلني للتلفزيون بطريقة أسرى لو أنا فضلتها مش خطوة خطوة ما عنديش لسه نقطة أوصل لها أكيد ده مش هيساعدني إن أوصل لها بس إحنا بناكد خطوة خطوة عشان ما نتكعبلش وإحنا مش هي لا خطوة خطوة على حسب الظروف مش بخطط دايما يعني إلا هو حاجة مثلا أنا يعني مش بخطط على طول هو هي بتيجي كده النسبة بتاعتي أنا أشوف أجيب كامل أول هذه النسبة صانية عامة هي اللي هتحدد طب لو ما جبتيش بقى اللي أنت عايزة هتعملي إن شاء الله نجيب أنا عام لحسابين أنا هجيب إن شاء الله أما بكون حطة كاسا خطة عشان لو كده وبحاول يعني أتعدى على قد ومقدة بس هيبت بقى صعبة بس يعني أتعدى كده إيه رأيك بقى في كلام دا يا محمد؟ شباب مصر هو دايما شباب وعد يعني شباب مصر دايما هو بيبهرنا بوعيه وبيبهرنا بقدرته هو شباب محرك للأحداث على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي بقى له فترة طويلة جدا وده كان واضح جدا من ردود وعجبني جدا الشابة اللي قالت لك أه طبعا بخطط وفي السن ده إن أنت تبقى عارف أهمية أنت تحط أهداف وأنت تسعى لها دي حاجة عظيمة جدا حتى لو مش بتعمل بده بس فكرة اللي هي عارفة أن لازم اللي أنا أبتدي خطط وعمل للمستقبل يعني أعتقد في سنها ده مش هيجيب برضو اللي هي تقول تخطط وتعمل خطط بعيدة المدى بشكل جدير أم أنا فكرة فيه بيعمله أنا متأكد أن حقيقة أستاذ أحمد كنت من الشباب المخططين من بدري وعارفين أن هم عايزين مجال إعلامي وعد وحقيقة برضو أستاذ أباسي أنا أكيد أه واشتغلت له من بدري أنا هكون صريح معاك أنا كأحمد أنا أبتديت خطط ما بعد تخرجي بصراحة يعني ممكن ذكرت حاجة مهم معوي قلت أن فكرة من بعد التلاتين أنت ما تبقاش عارف أنت رايح فين أو الخطة هتتغير لإيه أنا نفس الفكرة بس كان من قبل بقى شوية أنا فترة الجامعة غيرت بوجه التنظري زي ما أنت قلت شوية بتغير باقي التلاتين الآن بتاعت كلها تغيرت ما بعد الجامعة نرجع لجزئية المرونة أن أنت أصلا يبقى عندك الإحساس أن التخطيط ده مهم ده كويس أنت بعد الوقت احتياجاتك هتتغير والحيط أنت عايزها هتتغير فتبدأ بقى المرونة تخليك تغير خطتك بس فكرة أن أنت عندك من دلوقتي أو من السن ده مبدأ التخطيط زي ما حضرتك كان عندك وحيك كان عندك هو ده المراد ده علامة على الوعي بس في مرحلة نطجة في التخطيط؟ أه طبعا اللي هي سنة كم تقريبا بقى؟ ولا بتختلف؟ بتقالي أن هي هتختلف في السنة بس هي مرحلة أن أنت تكتشف أن أنت حياتك الشخصية على نفس درجة الأهمية بتحياتك العملية يعني أنا بشوف أن دي هي عملية النطجة أنت تبطل بقى إيه تفكر من الناحية الوظيفية بس أو النجاح الوظيفي بس أو النجاح الاقتصادي بس تبدأ تفكر في السعادة نفسها يعني زي هبدأ أدرك يبقى فيه إدراك لعملية السعادة إيه هيبسطني؟ فتبدأ تفكر في حياتك الأسرية تبدأ تفكر في إنشاء أسرة فبتحالي عملية النطجة بتظهر في دي لما تبدأ تغير أولوياتك للسعادة مش للنجاح طيب خليني أسألك سؤال في بعض الأشخاص في حياتهم هم سلبيين ده طبعهم هم أنا ما عنديش موهبة أنا معرفش أعمل حاجة أنا هفضل قاعدة في البيت أنا هفضل قاعد في البيت لغاية ما يجبوا لي شغل لغاية ما قريبة ده مش عارفة إيه أو قريبة تديه مش عارفة إيه عشان أحفز نفسي وأبطل كلمة أنا معرفش لأنه منفعش تتقالي هارجع لسيادتك بطبعا في الجزئية دي بالرد أقولك إن لازم تحوط نفسك بأشخاص إيجابيين يعني أنا هارجع أقول إن أنا يعني والدي والدتي هم كانوا دايما عاملين لي حالة من الإيجابي يعني مفيش عملية جلدة على أخطاء مفيش فيها نتعلم إيه وهنا بقى نيجي للجمل دي مبدئين أنا لازم أتحمل مسؤولات اللي أنا عملته تمام لأن أنا لما بنجح بقول أنا نجحت يعني فهو في الآخر لازم أتحمل مسؤولات اللي أنا لم أوفق المرة دي هعمل إيه مرة جاية أنا لم أوفق المرة دي أنا محتاج أستريح شوية وحاول تاني تمام ولازم أحاول دايما نفسي بأشخاص إيجابيين وزي ما قلت أجيب إزاي الأشخاص الإيجابيين دول إن أنا بقى جزء من المجتمع مش لازم حتى يبقوا في نفس المجال يعني مثلا لو أنت مثلا ليك صديق وأنا مثلا أعتذب صداقة أستاذ أحمد الشخصية هو شخصية قوية وشخصية إيجابية ونكحة فمجرد أنك تبقى معا بتتعلم من خبراته وتسمع قصصه أنت لوحدك بتبدأ تستمد الطاقة الإيجابية دي وتبدأ تحولها لأفعال في حياتك بس فهي دي جزئية أنت التفاؤل وتحط لنفسك حالة من الإيجابية وتبدأ ما فيش جلد للذات على الأخطاء وتتحمل أو النهاردة إحنا سبعة بليار شخص على الأرض لو أنا النهاردة كل يوم أفضل أقول لنفسي مش عارف هتفضل مش عارف وغيرك هيعرف وغيرك هيتقد أنا دايما بشوف أن الفرصة بتيجي لي ألاف من الأشخاص لكن كم واحد من الأشخاص الألاف دول اللي يستحق هذه الفرصة أنا من وجهة نظر المتعدة مش عارف أنت تتطفق معي أو لا لا هو الشخص اللي اشتغل على نفسه حقيقي عشان لما تيجي الفرصة يكون جاهز ومهيئة ليه ما عودش أستنى وعلق على شماعة أصل ما جات ليش الفرصة أصل لا أنا عاوز وسطى أصل هي دي 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 بشوفها الفشل الحقيقي أنا أتطفق معك تماما الفرق بين الشخص اللي بيسمي نفسه موفق أو الشخص اللي بيسمي نفسه غير موفق الجاهزية صحيح يعني أنت اللي بيشتغل على نفسه بيطور نفسه بيطور السكيلز بتاعته أو قدراته بيطور بيطور علمه بيطور خبراته هو اللي لما بتجيله فرصة العمل أو فرصة إثبات الزات أو فرصة الترقي اللي هو أصلا بيشتغل هو ده اللي بيبقى عندك قدرة أن هو يحول الفرصة دي لفعل حقيقي أو لنجاحات حقيقي فهو الجاهزية هي مقياس أنت هتوفق أو لا أو المش هتوفق أن أنت تهضم خبراتك السابقة وأن أنت يبقى عندك دايما القدرة أن أنت تدور على إيه الجديد وتطور نفسك كشخص ما تفضلش واقف مكانك هو اللي اللي هيخلي لما تجيلك فرصة يتعرف تستخدمها يا مش هتعرف تستخدمها صحيح هل الأهل ممكن يكونوا سبب في فشل أولادهم أنه ظن الأهل على حاجات معينة يدخل الجامعة دي أو يدخل الجامعة دي أو يدخل الجامعة دي أو يدخل زيدا أو عامل كذا هي دي الحاجات اللي ممكن تفشل الأولاد بسبب ظن الأهل بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة جدا الأهل أصلا لازم يبقوا عارفين وهنا هنيجي نقول أن الأب والأم يتسموا بجزء من الحكمة هيبقوا عارفين أن النجاح مش مقياسه نقطة معينة في حياتك يعني مش نقطة سنوية عامة مش نقطة أنا بدخلت أنهي جامعة أو تخرجت من أنهي جامعة هو النجاح أن أنت يبقى عندك دايما العقلية اللي فيها تفاؤل وفيها إيجابية والتفاؤل هو الطريق إلى الحكمة بالمناسبة يعني التفاؤل هو الطريق إلى الحكمة أن أنت تبدأ بتشوف السوق الدنيا بصورة أوسع أن أنت تشتغل وتعرف إيه قدراتك أنت كفرض وتبدأ تنميها وتشتغل عليها فده بصورة حقيقية جدا أو بصورة كبيرة جدا ممكن أنتوا بتشتغلوا جامعة أوي محمد على فكرة تنمية القدرات يعني من خلال تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين أنا بشوف فيه جوالات أنتوا بتنميها كتير قوي لتدريب وتنمية قدرات الناس اللي عاوزة تترشح في المحليات فإيه السبب برضه في ده وليه بتحاولوا لأنتوا تنموا قدرات الأفراد اللي عاوزين يدخلوا محلات رغم كلهم لا ينتموا مثلا إلى التنسيقية التنسيقية هنا نرجع للهدف الأساسي للتنسيقية هو الهدف الأساسي أو واحدة من هدف الأساسي للتنسيقية مش التنسيقية نفسها هي إرصاء القواعد أو الإدارة الحكيمة في الدولة المصرية كلها فهو هنا دور التنسيقية يتحول من أن هي كيان بيخدم أعضائه ولكيان بيخدم المجتمع على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي كنوعا برضه كأن في الأصل التنسيقية منصة حوار فهنا التنسيقية مؤمنة أن لازم يبقى فيه تتفاعل مع المجتمع حوليها وتنقل خبرات أعضائها وأعضاء التنسيقية هم الطاقة الحقيقية المحركة للتنسيقية فأعضاء التنسيقية يبدأوا ينقلوا خبراتهم للمجتمع حواليهم عشان يبقى فيه إدارة سياسية ومحلية واجتماعية أقوى على المستويات الاجتماعية كلها خلينا أخرج من التنسيقية أو إطار التنسيقية وأروح للفرد أنا كفرد هل هي دور في المجتمع إلا أنا أساعد صحبي أو أساعد صديق العمل أو الشخص المحيط بي في البيئة علشان يرتقي هو كباب معايا لأن في بعض الناس بيشوفوا أن هذا نوع من أنواع الأنانية شوي ما ينفعش لنا أديك المعلومة فأنت تتميز وتبقى أحسن مني هل إحنا دلوقتي في عصر المعلومة المغلقة ولا اختلاف توصيل المعلومة من شخص الآخر هو اللي بيخليه مميز أنت الطاقة اللي أنت بتحطها لنفسك أو أنت الطاقة اللي أنت بتحطها في المجتمع اللي حواليك إنت لو تقطق للناس اللي حواليك أن أنا راكب على 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 آلة لوحدي وعايز أوصل بالآلة دي للطريق أنا بس أو الأهدافي أنا بس ولا أنت هتوصل ولا الآلة هتكمل معك أنت جزء من المجتمع اللي حواليك أنت لازم عشان توصل بأفكارك أو بأراءك أو بأهدافك لازم يبقى المجتمع اللي حواليك مشارك فيها لازم يبقى ديك تأثير على المجتمع اللي حواليك وأول تأثير تقدر تعمله أن أنت تساعد الأفراد اللي حواليك أن أنت تبقى جزء من مجتمعك بجد أن أنت تنقل خبراتك أن أنت تعمل ترسي حالة من التوافق بينك وبين الناس والود على أن النجاح دي حاجة أو النجاح هو هدف مشارك بنا كلنا هنروح له مع بعض النجاح لا يأتي منفرداً الحقيقة قفتنا كثير يا محمد شكراً لك كل شكراً لك على وجودك معنا محمد الصعيدي عضو تنزقية شباب الأحزاب والسياسيين وفي الحقيقة نتمنى كثير من الحلقات الجاية تكون معنا وتشرح لنا أكتر عن تخطيط الشباب يمكن لمستقبلهم يعملوا كده زي شكراً لك